أهرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التقدير البالغ لمسيرة التعاون بين مصر وشركة سيمينز والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجه عام لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة سيمينز الألمانية رولالد بوش أكد الرئيس السيسي أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخ لتعاون المسمر بين البلدين في مجال البنية الأساسية وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة وسائل النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية وهو ما يعد بداية عصر جديد لسكك الحديدية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شاهد مراسم التوقيع على التعاقد مع شركة سيمينز العالمية ضمن تحالف يضم شركتي أوراسكوم والمقاولون العرب لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالية أطوال حوالي 2000 كم على مستوى الجمهورية كما يشمل التعاقد تقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عاما أكد متحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس مجلس إدارة شركة سيمينز العالمية أعرب عن اعتزازه واعتزاز الشركة بيتعاون المسمر مع مصر في المجالات التنموية امتداد لمشروعات الشركة الناجحة في مصر أعلى مدار الأعوام الماضية خاصة في مجال الطاقة ومحطات الكهرباء والتي سهمت في دفع عجلة التنمية الرائدة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح الشعب المصري